قال الناشط السنوي مسعد أبو فجر قوات من الجيش أحرقت منزلا لأهله في مدينة رفح معتبرا في تدوينة له على موقع فيسبوك أن هذا يأتي في سياق ما سماها بجرائم حرب ضد العزل في سيناء إقدام الجيش على حرق خص أهلي في رفح رسالة تقول إننا سنحرق وندمر ونقتل كل من يمت لك بأي صلعة لكني لا أرى الرسالة إلا في نفس السياق الجرائم الحرب التي يقترفها الجيش ضد العزل في سيناء خص أهلي ليس أحسن من آلاف من خصوص الفقراء وأهلي ليس أحسن من آلاف الفقراء في سيناء رسالة الجيش اليوم جاءت لتزيدني إصرارا وتؤكد على صحة موقفي وعلى إنسانية انحيازاتي